القوى والفصائل الفلسطينية وفي إطار حركها الشعبي الرافض للسياسات الإسرائيلية دعت الاعتبار الأسبوع الجاري أسبوع الخان الأحمر وتكثيف التواجد اليومي فيه رفضا لمحاولة إخلائه من سكانه الأصليين مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير والتطهير العرقي قضية الخان الأحمر ما زالت عالقة في محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي جمدت قرار الإخلاء ووقف البناء للخمس عشر من الشهر الجاري نظرا لالتماسات المحامين الفلسطينيين التي قدمت للمحكمة الخان الأحمر قضية متميزة كونها البواب الشرقي للقدس وبالتالي هي إذا تمكنت وإن شاء الله ستمكن هذه القوى وجماهير شعبنا وكل التجمعات البدوية من الصمود حتى نتمكن من إبعاد المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى كافة النيل من كافة التجمعات البدوية والسكانية خاصة حول القدس بالذات حماية التجمعات الفلسطينية البدوية بما فيها الخان الأحمر تعد ركيزة أساسية في حماية الوجود الفلسطيني في تلك المناطق الأكثر عرضة للإخلاء والتهجير القسري في ظل سياسات مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية المقاومة الشعبية هي واحدة من الوسائل المتبعة فلسطينيا ضد سياسات البناء والتوسع الاستيطاني وعمليات التهجير القسري لتجمعات السكانية البدوية في المناطق الفلسطينية من أمام إحدى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين كرب رامالة حسن أبو الروب الإخبارية